السلام عليكم وأهلا بكم في أخذ حلقة بالموسم الأول النهاردة مقارنة بين واحد من أقوى مطاعم البرجر في العالم وهو Five Guys بالأسف Five Guys مش موجود في مصر فأنا كررت أن أنا ما سيبش الشباب دي لوحدها تأكل Five Guys بالتركيو Five Guys وإنت لا لازم نأخذ أول طغيرة على دبي ونقابل الهادي ونبقى عالين معي مرحبا لكم في مدينة البي نرجو من الراكب أحمد محسن سرعة التوجه إلى Five Guys شكرا يا محسن أخيرا محسن جاء مخصوص من مصر علشان يجرب Five Guys يلا بينا دعالة بقى على شون نطلب أيوا بقى صغيرة جدا قطع حسن نحن محسن أل recycled محسن أل��� ألن ألن أول المشارين ألو المحسن ألن 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 كبير ووسط وصغير ووسط عادي محمد الهادي لنوحة ريفل هاي بقى ريجل هاي شايني في المرادي ودهنا دراراته كتير وكتبت هنا ريفل فحنا جبنا المقاس الريجلر لان هو ريفل هل نجيب الكبير نجيب الصغير السوداني اللي عايز السوداني ببلاش معك كيس اسوال لو انت بتحبي الفلوس سوداني تملى وتحطينا في البطاعة تك يحب ابن الفلوس سوداني بالكلام لا بحبش أاكله mangeانا لا أتشارس مأصور ممترض ع بطاطس من غير ميانيز وكاتشر فنجيب ميانيز وكاتشر سويا ماهرب معروف عنه ان المازيكا بتاعته تبقى عالية جدا متاقعة جول مكان والحاجة المميزة الثانية هي ماشين بتاعت الكوكولا فيها كوكاكولا فانتا سبرايد كولا زيرو وعدين حاجة اسمها فروتي فانتا فراولا احنا بقى نعتقد ان كريم عنده فورينا كده الكريم اللي عنده المكهة دي فيها حوالي 165 مكهة مختلفة يعني مثلا كوكولا كوكولا بالكافيين كوكولا من غير كافيين مكهة مكهة الكولا في فايف جايز يمكن هي من اكتر الحاجات اللي بيتميزهم هنا فيه ناس اصلا كاب تيجي بس المحل عشان تجرب مكهة الكولا لان اول ما نزت كان يعني اعتبر اختراع ما كانش فيه حد تاني عنده المكهة دي بس اعتقد دلوقتي بعض المحلات بدأت تحط المكهة دي زي بيرجر كينج فيها كل منتجات كولا وفيها شويبس طبعا فانتا ودوكتور بيبر والكلام دي كله فاحنا نضرب كولا عادي جدا موسيقى 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 اعلى حاجة ان هم فانا بيبادونة سودانية موسيقى موسيقى مش عارف ايه بس هم مهم موسيقى الهادي وصل الهادي وصل 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 يلا انا اتضرب عشان اعرف شوف الاكل اولا الحساب 210 درهم يعني الواحد 110 درهم مبدأنا الحساب 19 جنيه و 50 ارش بعيدا عن ال Five Guys بيجي بشنطة ورق كده يعني ملاش اي لازمة انت بحس ان انت شارق اي حاجة ولكن الشنطة دي جواها عظم موسيقى الهوت دوج البرجر ودي المفروض البطاطس الصغيرة بس هم كده كده بيرمو لك زيادة جوا الشنطة هانا بصوا بيفسي بيفل بيفل النهاية اما اسألوني عايز كتشاب مايانيز شطة فان اجبت اتنين شطة انت مجبتش بربكيو سوس ايه اتنين كتشاب عشان انا ما عرفش انت بتحب البربكيو سوس واثنين مايو عايز بربكيو سوس تروح تجيب المناديل المحسن بيحبها ايه زي ما انت عايز حاطين سوس اه ده السبايس عشان اقلت له مايز سبايسي اصلا من الاول حاطين سبايسي البرجر بيتوصف البطاطس اوي طيب من غير كلام كتير خليها نخش في البرجر عشان انا الصراحة مش اقلت فكرة فايف جايز قريبة من سوبوي ان انت برضو بتعتبر بتصنع الساندس بتاعك فانت بتختار البرجر العادي وبتحط بقى كل التوبيكس اللي انت عايزها فانا مسلا مختار مايانيز وخص وطماطم وهلابينو وخيار مخلق نقول بسم الله القطمة دي ما تنفعشوا كده القطمة دي محتاجة رشفة بيبسي نحس بالجمال الجمال والحلاوة والطعامة وخفة القطمة على موقت بتتكون في البرجر دي وانا اكتشف طعم فايف جايز عامل ازاي بالنسبالي الاول مرة هادي بيأكل انا جبته مرة يعني ساندويتش بصراحة يعني مليان بالعيش شكله حلو جدا مخدوم وجبنة صيحة ومتوضف وفي اتنين ليرز من اللحمة مش لير واحدة والجبنة في النص وتطلب اللي انت عايزه تحطه على الاك كل الكلام ده ما بتزاودش زيادة على الوردر يلا يا ماني اولا بسم الله نعطيني مناديل يا اخي والله ما ببالغ بس دي احلى قطمة برجر قلتها في حياتي احلى احساس في القطمة العيش بيتقطع مع الخص والسلطة اللي فوق مع اللحمة ومن فوق وتحت العيش مش ناشف صدق بوقت ممي ميت كده ممي ميت بص الساندويتش بعد القطمة محافظ على قوامه لا فعلا كل حاجة طريقة بطريقة مبالغ فيها فعلا احلى قطمة ما بكلمش على الطعمة احساس القطمة فشتنا كلها طلعي هناخد قطمة كمان عشان نشوف الاحساس الجول عليه ده البرجر سخني جدا اكأنك حاجة بتعملها في البيت تعرف انت لما مامتك بتعمل البرجر في البيت طلع حاجة سخنة تروح مأكلها على طول اللحمة طازمة ان شاء الله تحس ان هم مثلا ده بحين الجموسة ده او العجر هو اكتر مكان بيتميز باللحمة الطازمة لحمتهم طول الوقت طازمة القطمة بتحس فيها بكل حاجة في الساندويتش اللحمة الوحدها والسلطة الوحدها تحس ان هم مع بعض كده بيعملوا مزيج خرافي فالصراحة يعني مفيش اي حاجة وحشة تتقل على البرجر ده وما ينفعش حاجة وحشة تتقل على البرجر ده خالص اقدر اعتبره احسن بيرجر في السلسلة ده اكلنا بيرجر كينج و اكلنا هارديز وده احسن بيرجر فيهم بالنسبة هروح عمري بالواجد مختلف تماما عن البرجر بتاع هارديز بتال اسبوع اللي فات ساندويتش كبير اكبر من الساندويتش اللي هو بتاع السوبرستار اللي احنا جربناه الجبنة يعني اولا سايحة ثانيا تشوف طول ما انت بتاكل شاف الجبنة ظاهرة كده خليت متجانس مية مية بين كل قطمة و قطمة بحب ملح موسيقى نبدأ بالبطاطس قبل ما تبرد موسيقى بطاطس يعني مش هتطلع غادة وهو ما بيوقع لان هما مليانها هادي بطاطس هادي ايه هادي براحة هادي حرام الحاجات دي هاكلها انت هتوقع نص البطاطس وتقول لي دي بطاطسك خد انت دي بطاطسك انا هاخد الباقي يابني اول كيس مليان اصلا هو هم بعد ما بياملوا الكاب ده بروحطين من فوق كده يبلي بطاطس عادي مفين حبة واقعين جواه طوي اولا البطاطس هنا بيعملوها بزيت الفل السوداني فتحس ان هي بتحقق الطعم المختلف تماما عن البطاطس العادية وبعدين بيطبخوها بالسكن بتاعها اللي هو القشة بتاعها انا ربما بحب اعمل ميكس بين الكاتشب والميونيز البطاطس مليانة على الاخر سخنة سخنة جدا وفيها اللي هي بوتيتو سكنز اللي هي ايه اللي هي تلق البطاطس عليها القشة بتاعت البطاطس تستمع تنفذ بيها وبيقلوها بيها تعتبر مش من رفاعين اوي يعني اوي مش رفاعين اوي ادخل المكدونس البطاطس كما يجب ان تكون يعني انا شايف كده لو في اميكانية ان جميع محلات دي كوي ازاي يعملوا البطاطس فالمفهود يتعلموا منه ان هما بيعمل بطاطس بالسانتر مش مزايتة اوي مش ملاحة اوي البطاطس تحس ان هي برضو هما بيجيبوا البطاطس تاعتهم من المزارع مخصوصة بيهم فتحس ان هي فريش جدا سخنة كل حاجة خش عليها باله يلا يا هادي كل ما تخش جوه الكوباة كل ما تخش البطاطس اسخة تخش كجوه نخش بقى في الهوت دوغ اولا ما بدقان الهوت دوغ ده مش خنزيخ لان اغلبية الهوت دوغ البتامل في انجلترا تبقى خنزيخ بس فايف جايز الهوت دوغ بتاعهم بتبقى لحب بقري انا بحب الهوت دوغ بتاعي بسيط فما حطيتش عليه حاجة كتير حطيت عليه مايونيز والخيار مخلن وخاص بسم الله انا طالب على اثنين مسترده شاكله من جوه حتة الهوت دوغ عليها كده حتة العيش عليها كده الفوق واخد الهوت دوغ الجاي وقسمها نصين عشان تباني هي ايه عريضة بقى شوية عشان تباني بالعرض بتاعك انا معاملين ايه ما انا هعمل كده مع ان الهوت دوغ هو يمكن اسهل حاجة تتعامل انت برضو ممكن تشتريه وتعميره في البيت سهل جدا بس هم هم جاديين قوي يعني هم واردو مازالوا بيحطوا البصنة بتاعتهم في الهوت دوغ يعني انت نم فيه انت مش بتشتري هوت دوغ هم واشرين اكتر بالبيرجر ولكن الهوت دوغ بتاعهم عالمي هو حلو بس يعني مش مش حقول يعني ان هو حاجة واو يعني يعني انا لو جاي احط له بيرجر انا مش اطلبه برضو هو عامل زي فرانكفورتر لان احنا افاهم انا عندك فرانكفورتر في البيت زمان؟ في احلى من كده بكتير من الاخر انا عامل زي البيت بس الهوت دوغ بيتي المكان هنا قصة مش الخيص يعني مكان غالي يعني مثلا الهوت دوغ بكامل واحدة بتلاتة وعشرين درهم انا عشان ندفع تلاتة وعشرين درهم في ساندويتش برا البيت لازم يكون حاجة جامدة البيرجر مثلا ده مستحيل نعميره في البيت لكن الهوت دوغ ده عايدة موسيقى فائف جايز مشهور ليلكشيك نخللهم نجيب واحد من الحشيش انا طلبت ملكشيك في زيتة الفلو السوداني لانا ده الملكشيك المفضل عندي فهم عندهم اخرى واحيانا بيقولك انت ممكن تعمل ميكس بين كزا مع بعض بس انا الصراحة بفضل البينات بوتر ونقول باسم النار جبنا الشالموخ ملكشيك اوريو مع كوكي او كوكي اوريو يعني وعليه ويب كريم من فوق وحسن قالي ان هو ما بيحبش الملكشيك بس دلوقتي يحبه وقت انا الليقول كمان 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 الملكشيك هو عبارة عن قطعة من العظمة داخل كوباية معمول بالسونتي اللي هو فهم كل فليفر وكل حاجة محطوطة محطوطة بالسونتي اللي هو تحس ان هم عمين ابحاث في طريقة عمل ملكشيك على ان برضو ان ده مش محل حلويات او مش محل بيعمل ملكشيك بس ده اصلا محل برجر فان هو هيقدم ملكشيك بالكواليتي ده وزي ما هو عمره ما بيتغير يعني حاجة من الاخر انت اصلا ما ينفعش ما ينفعش تيجي فايف جايز وتاكل ولا تطلبش ملكشيك في الاخر اكنك ما جاتش الملكشيك تقيل شوية اللي هو مش سائل خالص ولا ان هو ماسك نفسه جدا ولكنه بين البنين فمن المكاني هنا انا قبصم بالعشرة ان هو احسن ملكشيك انا شربته في حياتي ممكن نعمل تقاليبة كده بسيطة جميل جمال حلو قوي طعمه زي المكتوري بتاع مكدونالدس بالزبط الاوريو بس ايه الاوريو بس هو محطوط ومضروف في بعضه بقى في ملكشيك وثمنه كان بقى الجوع اخدني ونساني الملكشيك اوريو بخمسة وعشرين درهم طيب الملكشيك سعره خمسة خمسة وعشرين خليني اقولكم رأيي في التجربة النهاردة انا اولا ما ابدأين اللي عارفني عارف ان انا بحب فايف جايز جدا جدا بس النهاردة مكانش ينفع ان ما في اي تحيز انا جاي عشان اجرب المكان ده طبعا كل التجربة كانت ايجابية لان هو كل مرة باجي فيها باخد نفس التجربة البرجر بتاع فايف جايز هو فعلا احسن بيرجر انا يعني اكلته مؤخرا في البراندات اللي انا جربتها انا كمانا ولكن هو غالي جدا مقارنة باي براند تاني وانا بش دافع فبنسبالي عالي برجر الواحده باربعة واربعين درهم اي براند من البراندات اللي احنا جربنها قبل كده لوان الموضوع بسان خمسة وعشرين درهم نص الساعة فده دبل الساعة بس فعلا بالنسبالي ده احلى اطمئة يعني برجرية طعمها كله على بعضه مع العيش والسلطة والاطمة كلها بيدوب كده هو فكا بالنسبالي دي احلى احلى اكلة برجر انا رأي ان عامل موديل المفروض بمحلات كلها تتعلم منه موديل ان انت دايما عندك نفس الستاندرد بتطلع نفس الوجبة بتطلع نفس الطعم بتطلع كل حاجة بالكواليتي ثابت بالنسبالي من احسن الاماكن اللي بتعمل برجرز في العالم يعني اللحمة انت بتحس ان هي حاجة حاجة كانت معمولة في البيت بس نعمولة بالنظافة جدا وفي نفس الوقت كواليتي عالي الاكل مظبوطة عمرك ما تلاقي حاجة زايدة ملحة او نقصة ملحة او حاجة اللحمة مش مظبوطة او اللحمة محروقة او ايك فيش الكلام ده خالص تجربت النهاردة زي اي تجربة انا بعيشها في هي من احسن التجرب اللي انا يعني ما كانش ينفع نقف للسيزن ده من غير ما هنجرب في معرفش تجربة الشباب في الابارات هتتعمل ازاي بس انا يعني تجربتي هنا طول عمرها ثابتة موما بتتتغيرش احسن تجربة وبجربها هو بالنسبة الهوددوج هو مش هياكله حتى بعدها معاملوه في البيت اه مش هياكله البطاطس ناس كرمة جدا في كمية البطاطس بيحطوها وانا حب الكريمة بيحط اكل كتير مش مزايتها خدمة جوه خطيرة ناس بوها طيبين جدا وبيتحكوا بيهزروا خد ساشل سوداني وخدوا معاك طبعا دي حاجة مع عمري مش هفتها في اي مكان تاني انه يبقى بيديك سوداني تاكلوا لحد ما اكلك يجي تصبير يعني وريفل كل حاجة هنا ريفل السوص طبعا كتير مفيش لمت فتجربة صراحة موفقة لانا كان نفسي سمعت عنه كتير قوي وكان لازم ايجي اجربه لأول مرة مجدت مخصوص دبي عشان اجربه الرجل بتاع اكله مقدرش يفوت اكله من غير ما اجربه ان شاء الله هنوقف فيديوهات على القناة هنا لمدة 3 سابيع او ممكن اسبوعين الله اعلم عشان هنصور الموسم الجديد الموسم الجديد هيبقى حاجة مختلفة تماما مخينا كله في تحضير سيزن 2 استنى عشان دي يبقى مفاجأة لفل اعلى فكرة جديدة بلد جديدة نقول ولا لا 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 نقول لا 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 نقول يا جدا ده انا في مفاجأة جديرة ما ينفعش نحرقها كده على طول لو حابين تتابقوا الرحلة وتشوفوا خلف الكواليس وهنصور فين وهنصور ايه والكلام ده كله كل الكواليس تنزل على الانستجرام بتاعنا بتوقع الاكل فخش وعمله فارجوا على انستجرام عشان هيبقى فيها كل الكواليس بتاعت الفيديوهات قبل ما تنزل بتاعت الاكل واحنا بقى ايه مش اقول احنا بنعمل ايه بس يعني دعبهم عشان المفاجأة هتعجبهم مفاجأة انا بس مش مصدقة وانتظروا الموسم الجاي عشان ان شاء الله تبقى حاجة مختلفة وان شاء الله حاجة هتعجبكم وانتظروا بتوى الاكل اعجب الفيديو ده مستاش تعمل لايك وتكتب كومنت وتحب تشوف ايه في المواسم الجاية افولو انستجرام اعمل سبسكاب في القناة وانتشارك وانجع فعل جرس التنبيهات وانشار الفيديو مع اصحابك وانشوف كل مكان وايه الى اكلات اللي انتو كنت ترسيكم احنا ان كلها في السيزون وان وبكنهاش قلو عانو فيديو والمو الحاجات المستقبلية اللي عايزين نجربها لان بعد كده مش هنعمل مقارنات بين البلاد هنعمل حاجة تانية اللي ان احنا التلاتة يلا مرس السلام عليكم لسا هناخد بي رول هناخد بي رول مش فهم انا ايه ده يبني كان نفسي النهاردة يعني نفسي يخزني نفسي يخزني ويطلع شكرا الهدي على التكريبة الكميلة لو هندي مش عايزين مني بلا حاجة انا دافع هتنص بتاع سويا الشدور كاتشاپ عليه مايونيز اضعوا جوة الكاتشاپ نقلم الشطة بعد ما حطينا الميكس اضعوا جوة ساندوش بعدين قطمة كمان موسيقى 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 شايفين ده ويزا لتشاين موسيقى